في ظل أسوأ موجة عنف يشهدها لبنان منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية الحاكمة اجتمع الرئيس ميشيل عون مع قادة الأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة لردع المتسببين في أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين تحرك انتقده رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري معتبرا أن الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة المتظاهرين تعني المراوحة في الأزمة والإصرار على إنكار الواقع السياسي المستجد في البلاد الحريري حذر من أن التعطيل المستمر منذ تسعين يوما يدفع بلبنان نحو المجدود قبل مناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بيروت مراسلنا شادي شلالة لإطلاعنا على آخر مستجدات الصورة البيدانية شادي مساء الخير الليلة على ما يبدو الأمور هادئة هل هي بسبب التقس أم لأسباب أخرى هي نهاية أسبوع الغضب الذي تم الحديث عنه والذي دعت إليه التحركات الشعبية هنا بداية انتهى هذا الأسبوع وأيضا التقس لا يساعد بطبيعة الحال ولكن بالأمس كان التقس ماطبا هنا في بيروت وشهدنا هذه التحركات التي تحولت إلى تحركات عنيفة في أمام مجلس النواب اليوم هناك انتشار عسكري أقل من ما كان عليه الأمر بالأمس هناك تنسيق واضح أصبح بين الجيش اللبنالي وبين القوى الأمنية تابعة لوزارة الداخلية وقوى مكافحة الشغب بعد الاجتماع الأمني اليوم في قصر بعبدة الذي دع إليه رئيس الجمهورية وأيضا بعد زيارة التي قام بها أمس قائد الجيش لغرفة عمليات التابعة لوزارة الداخلية إذن هذه المقاربة التي أصبحت تبدو كجس النبض التي حصل خلال هذا الأسبوع على المقاربة الأمنية من قبل استخدام العنف أو حتى كيفية الرد من قبل الدولة هذا في ظل الجمود السياسي الواضح وعدم وضوح أي أفق سياسي على الأقل في المرحلة القريبة شادي باقتصار هل هذه التحركات الأمنية سواء اجتماع المجلس الدفاع الأعلى أو هذه الزيارات التي يقوم بها القادة العسكريون هل هذه ربما مؤشر على أسلوب جديد قد تتبع السلطات الأمنية في التعامل مع الحركة الاحجاجية من الواضح من خلال التصريحات التي صدرت وعن حديث عن اجتماع عبداليوم أن هناك حديث عن مقاربة جديدة على الأقل مع المخلين بالأمن ومن قيل أنهم يقومون بمهاجمة الأملاك العامة يحطمون الأملاك العامة سيكون هناك حسن بهذا الإطار هذا ما صدر عن اجتماع عبداليوم بتفرق بينهم وبين المتظاهرين السلميين الذين قيلوا أيضا في عرض الاجتماع أنه يجب المحافظة على أمنهم من هكذا أشخاص يصفوا بالمخلين بالأمن أو بالمخربين هذا واضح وهذا قد يكون الاتجاه في المرحلة المقبلة نعم شكرا جزيلا لك شادي شلالة مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من بيروت الآن أرحب بضيوفي من هناك من بيروت معنا المحامي والخبير القانوني فادي سعد وسيكون معنا منص قطاع جبل لبنان الجنوبي في التيار الوطني الحر ربيع طراف وكذلك أرحب بالأكاديمي والناشط السياسي الدكتور باسل صالح مرحبا بالجميع دكتور باسل مساء الخير داني أبدأ معك أولا تعليق على هذه التحركات على المستوى الأمني اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس طبعا بغياب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري سنتحدث عن هذا الغياب على ماذا تدل هذه التحركات برأيك هل السلطة اليوم تعتزم التعامل مع الحركة الاحتجاجية بشكل مختلف طبعا هي تدل بداية على الخروج من حالة النكران التي كانت عيشتها السلطة 94 أو 95 يوم هي الآن تواجه المصير الذي رفضت أن تراه منذ البداية وهو أن ما قبل 17-20 هو ليس كما بعد 17-20 وبالتالي الاستمرار في استخدام المفرط للعنف هو عنوان المرحلة القادمة يعني وأصلا بالأساس كانت الفكرة بداية أن هذا النكران وهذا التشبث والتعنت للسلطة وعدم الانسياع لأوامر الشارع كان سيؤدي حتما بالحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية وحالة الانهيار التي تعيشها البلاد كان بحتما رايحين باتجاه موجة تانية وهي موجة تانية أكثر حماوية كان واضح الموضوع من البداية هلأ هذه السلطة هي تحاول الالتفاف مرة جديدة من خلال إفراد في استخدام العنف لكن يبدو أن هذه السلطة لم تستوعب الأمر جيداً أن فعلياً ما بعد 17-20 كل محاولات استخدام القوة واستخدام العنف المفرد باتجاه المتظاهرين كانت تؤدي إلى التحام المتظاهرين ببعضهم أكثر وإلى الإصرار على مواجهة وإلى الاستمرار في مواجهات بأشكال مختلفة وإلى حسم الأمر نهائياً بشكل قاطع مع هذا النظام وبالتالي ممكن نروح باتجاه عنوين جديدة أكثر باتجاه تغييرات بنيوية فعلية في النظام هو ما بدأ الكلام عليه أصلاً ولم يعود خافياً على أحد نعم أستاذ ربيع مرحباً بك معنا أيضاً الأستاذ ربيع طراف منسق قطاع جبل لبنان الجنوبي في التيار الوطني الحر ما رأيك هل نحن الآن بصدد تعامل أمني جديد مع الحركة الاحتجاجية الاجتماع الذي داع إليه الرئيس عوني اليوم لمجلس الأعلى للدفاع وهذه الزيارات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة هل نحن بصدد تعامل أكثر شدة قبضة حديدية كما يعتقد البعض مع الشارع الاحتجاجي اليوم مساء الخير مساء نور أبداً عنوان اللقاء الأمني كان اليوم حماية المتظاهرين أولاً وهون كمان في مسئولية كتير كبيرة بتقع على عاتق المتظاهرين لحماية هذه الحركة الاحتجاجية وهذه الثورة لأن الإنفلات الأمنية بيبلش من التظاهرة وبصير في تعاطي يمكن ببعض المطارح أن يكون تعاطي شوي قاسي من قبل الأمنيين يلي موجودين مولاجين بحماية المتظاهرين وبحماية الأملاك العامة فإذاً عنوان اللقاء اليوم كان عنوانه الأساسي حماية المتظاهرين قبل حماية الأملاك العامة لأنه في كتير من المتظاهرين تضرروا من هذه الحركات اللي ما بتشبهون بمطرح ويلي كلنا منرفضها بالشكل وبالمضمون لأنه اليوم إنسان يعبر عن رأيه بيقدر يعبر بطريقة سلمية ويقدر يوصل فكرته ويكون فيه إلى تقييد بطريقة أوسعة وأكبر إنما لمن تنفلت الأمور بصير فيه تعاطي يمكن ببعض المطارح تعاطي من الكوى الأمنية بحزم أكتر بيوصل للمشاهد اللي كنا عم نشوفها ويلي كلنا منرفضها بفتكر حتى أغلب اللي هني مسؤولين عن الحراك ببعض البيانات لأنهم كانوا يرفضوا هذه المشاهد اللي ما بتشبهون فإذن عندهم عليهم مسؤولية كتير كبيرة بس البعض يقول أستاذ ربيع أنه هذا المستوى من العنف الذي شاهدناه في اليومين الماضيين كان متوقعا بسبب أنه الآن الأمور 94-95 يوم وليس هناك أي مؤشر على أن الأمور في حل حلة على أن السلطة السياسية تستجيب مع حراك الشارع وبالتالي البعض يقول هذا عنف متوقع على الأقل من قبل البعض المتضرر اليوم هناك من يموت من الجوع في لبنان هناك من لا يستطيع أن يسحب فلوسه من البنك وبالتالي المسألة كانت متوقعة ما رأيك في هذا باختصار لو سمعت سيدة أنا بختلف معك بالمقاربة فخامت الرئيس بثلاث مناسبات كان عم بيمد الإيد للمتظاهرين وللموجودين بالشارع وعم بيقول لهم شكلوا وفد وتفضلوا لعندي لحتى أنا أحمل مطالبكم وشفنا أنه بتسمية الرئيس دياب لتولي الحكومة تسمى شخص أكديمي بفتكر أنه هذه كانت أحدى مطالب المتظاهرين أنه نروح على حكومة أصحاب أخصائيين أنه اليوم نحن أمام فرصة جدية بتقليف هايك نوع من الحكومات فلننتظر ونعطيها الفرصة ما فينا نروح بهذا النهج بهذا التفكير وأنه نروح نعمم على أنه كل العالم فاسدين وكل الموجودين بالسلطة بدنا نلغيهم وهلأ نسمع من الزميل أنه نحن رايحين على نهج جديد بالتعاطي مع السلطة وفي أنظمة بها تسقط أنا بذكر أنه نحن اليوم بنظام ديمقراطي بارلوماني نحن ملنا بنظام لملكة ولا بأي أنظمة لحتى نروح عم نقول بشعرات كبيرة بدنا نسقط الأنظمة الحكومة سقطت خلينا نعمل حكومة جديدة حكومة بتمثل تطلعاتنا كلنا سوا ونعطيها فرصة لأنها تروح تبلش تعمل الإصلاحات ما فينا نحكم عليها بالمتولد كمان واضح طيب أيضا أرحب الأستاذ فادي سعد المحامي والخبير القانوني اليوم كان هناك هذا الاجتماع مجلس الدفاع الأعلى لماذا غاب الرئيس الحريري يعني الرئيس الحريري رئيس حكومة ما زال معنها حكومة تصريف أعمال البعض يقول أنه السيد الحريري بهذه المسألة يخالف الدستور يخالف القانون غيابه غير مبرر في تخلي عن المسئولية إلى حد ما ما رأيك أستاذ فادي أولا اليوم كان فيه اجتماع أمني بقصر بعبدة وليس اجتماعا للمجلس الدفاع الأعلى لأنه الفقامة الرئيس لم يدعي إلى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى لأنه رئيس الحريري رفض الحضور ليش رفض الرئيس الحريري الحضور لأنه رئيس الحريري برأيه الحل الأمثل اليوم بلبنان هو ليس حلا أمنيا وليس حلا قمعيا هو حلا سياسيا وبالتالي عدم لا يرى لزوما لعقد اجتماع أمن للتنصيق كيف نقمع التظاهرات وكيف نقمع المتظاهرين أما رئيس الحريري عدم اتهامه بأنه يعارق أو لا يقدطب الدستور بتصريف الأعمال هو مردود على أصحابه الحل السياسي في لبنان بتشكيل حكومة نحن الآن مضى شهرا على تسمية حسان دياب كرئيس حكومة مكلف ولم يستطيع الفريق الواحد تشكيل حكومة من بعضهم البعض يعني سخرة القدر في لبنان أنه كان رئيس الجمهورية يقول أن التكليف يتأخر لعدم التأخر بالتأليف وقضينا أشهرا وأياما وأسابيع ونحن نقول أنه يجب أن يكون هناك استشارات نيابية ملزمة وبسرعة كسوة وكان رئيس الجمهورية يقول أنه يؤخر التأليف لكي لا يتأخر تأليف الحكومة والآن مضى شهر ولا يوجد بصيص أمل بتشكيل حكومة سريعة في لبنان طيب دكتور باسل ما رأيك في بعض النقاط التي طرحها الأستاذ ربيع أنه مسألة أولا لبنان اليوم أمام فرصة جدية لتشكيل حكومة تلبي على الأقل جزء من مطالب الحراك والمسألة الأخرى مسألة أنه كل هذه الاجتماعات والمسائل الأمنية هي هدفها حماية المتظاهرين في نهاية المطاف ما رأيك في ذلك؟ يعني بداية يا ريت لو بيحموا المتظاهرين من المجموعات اللي كانت عم تتهجم عليهم بعدة مناطق بعدة مناطق إن كان بكسروان وإن كان بوسط بيروت وبمناطق أخرى بالجنوب كان واضح مين اللي عم يتهجم يا ريت كان بتم اعتقال هؤلاء الذين يتهجمون هاي واحد اثنين أعتقد أن الإفراد في استخدام العنف ويعني اليوم أصلا كان في حملة حملة ضد وهي تصوب على مسألة استخدام الأسلحة من الأسلحة المطاطية اللي هي طابة حديد مغلفة بغلاف مطاطي وأدت إلى فقدان العديد من المتظاهرين لأعينهم يعني باعتقد أن الأمور واضحة إذا كانوا بدون يحمونها فليحمونها من تسلط ومن تعنت هذه الطبقة السياسية وهم من ضمن يعني العهد بس معلش اسمحني على المقاطعة دكتور باسل يعني نحن الآن تسعين يوم تقريبا لم نرى استخدام مفرط للقوات الأمنية في التعامل مع المحتجين يعني كنا نرى تعامل حضاري كنا نرى يعني لو نظرنا اليوم أن العراق سرع 500 شخص للأسف في هذه الأعمال الاحتجاجية هذا لم نراه في لبنان رأيناه بعد أن رأينا أعمال تخريب وأعمال تكسير واعتداء على مصارف واقتحام مصارف وكل هذه الأمور يعني هذه المسألة بدأت من يومين أو ثلاثة فقط لم يكن هناك تعامل مفرط مع المحتجين منذ فترة طويلة لأنه ما كان فيه يعني ما كان فيه هذا النظام ما كان وصل لمكان أنه لحيط مسدود هذا النظام يعني وهذه القوة التي يعني تحاول تشكيل الحكومة الآن وهي تفشل هي في تصادم بين بعضها البعض من أجل تحسين شروط التمثيل هي هون المشكلة فعليا يعني يحاولون التصويب وكأن الأمر أنه هذه الحكومة هي حكومة التي يطلبها الحراك أو الانتفاضة بالوقت اللي هو غير صحيح لأنه مطلب أساسي بتشكيل الحكومة هو أن تكون من خارج الطبقة السياسية برمتها الموضوع كانوا عم بيجربوا يغيروا أسماء وأشخاص يعني بدل ما يكون حدا من الصف الأول بيكون حدا من الصف الثاني هذه كل الأزمة الأزمة فعليا أن هذه السلطة ما زالت تمارس الحكم بنفس الذهنية وهذه الذهنية رفضها الشارع منذ اليوم الأول يعني بالأساس محاولة قلب السبب إلى نتيجة هي المشكلة فعليا أنه أنا كمواطن لبناني أدفع الضريبة من أجل هذه القوى الأمنية وهذه القوى الأمنية تحمل مصارف اللي هي بالوقت مؤسسات خاصة فليكن لهذه المؤسسات الخاصة هي تدفع من جيبها أنا كمواطن مني مسؤول عن حماية هذه المؤسسات هاي واحد اثنين محاولة قلب السبب لنتيجة أنه فيه ناس جاعد فيه ناس بسبب هذا التعنت في ممارسة السلطة من 30 سنة حتى اليوم وبسبب هذا الفساد المستشري في البلاد فيه ناس عم تفقد أشغالها فيه ناس عم تفقد منازلها فيه ناس ما معها الآن عم بتفاضل بين الأكل وبين التعليم ولادها هذا بالضرورة سينتج هذا الشكل من ردات الفعل فليعالجوا السبب والسبب هو في تنحي هذه الطبقة السياسية عن الحكم طيب أستاذ ربيع مسألة أخرى اليوم يعني أثارت الكثير من الجدل وهي مسألة مشاركة الوزير في حكومة تصريف الأعمال وزير الخارجية جبران باسيل في منتدى دافوس المعروف واللافت أنه يشارك في ندوة بعنوان عودة الاضطرابات العربية لا شك أنك تبعت الجدل حول هذه المسألة لماذا المشاركة في مثل هذا النشاط في هذا الوقت بالتحديد الذي يمر فيه لبنان بمرحلة حساسة للغاية ما الهدف من المشاركة في ندوة من هذا النوع سيدي نترك التقدير بالمشاركة وعدم المشاركة للوزير باسيل هو بيقدر يجاوب عن نفسه بهذا الموضوع تحديدا بس أنا بدي شير لنقطتين ثلاثة ما رأقوا مع ضيوفك قبل حابب أنه وضحهم لأنه الرأي العام لازم كمان يكون بيعرف شو عم بيصير اليوم لما بدنا نوزع مسئوليات بفتكر المسئولية بتقع على عاتق دولة الرئيس الحريرة باستيقالته من الحكومة دون أي اتفاق مسبق ورحنا بالبلد على مطرح مجهول وما عدنا قادرين نشوف كيف ننواكب الوضع الاقتصادي المتردد وشفنا أنه عملية تصريف الأعمال كانت بالحد الأدنى طبعا بوقت يلي نحن بحاجة لوضع استثنائي بتصريف الأعمال أما بموضوع تقليف الحكومة لما نحكي عن شهر لتقليف حكومة بالوضع اللي نحن فيه بمواصفات عم نطلبها من خارج الطبقة السياسية بأشخاص أصحاب اختصاص ومنحكي أنه صار لها مدة شهر عملية تقليف هذه الحكومة مقارنة بحكومة أخذت تسعة شهر مع دولة الرئيس الحريرة كمان بفتكر أنه شهر منه وقت كتير كبير نعمل حكومة بتمثل تطلعاتنا أما بالنسبة لردة الفعل طبعا الكوى الأمنية أو تعاطي السلطة مثل ما سموه مع المتظاهرين فيه فعل وفيه ردة فعل ذكر صديقنا أنه بجونية وبعض المطارح ما فهمت أنا شو الحوادث يلي صارت بجونية أو الحوادث اللي ذكرها الثانية كان بجونية أو بجل الديب أو بغيره كان فيه قطع طريق وصار فيه ردة فعل من مواطنين ردة فعل طبيعية بدون يروحوا على بيوتهم أو على أشغالهم فهي ردة فعل نتيجة فعل صار فمن حمل المواطنين كمانا طيب بس أستاذ عبيع اسمح لي بدأ أرجع أسألك عن مشاركة الوزير جبران باسيل بالشارع هو ضد ما كمانا في منتدى دافوس معلش أنت قلت أنه بدك تترك المسألة لتقدير الوزير باسيل ولكن يعني لماذا الآن في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان يشارك وزير خارجية في حكومة تصريف أعمال في منتدى أنا متأكد أنه سيكلف الكثير من المال في هذه المشاركة وفي ندوة بعنوان عودة الاضطرابات العربية يعني هل سيمثل الحكومة أم سيمثل الثوار في هذه الندوة برأيك سيدي اللي بيعرف طيار الوطن الحر وتاريخه اللي بيعرف الوزير باسيل بيعرف أنه نحن أول الناس يلي كنا عم نطالب بمطالب الصوار يلي عم نطالبوها اليوم الصوار الحقيقيين لأنه اليوم في صار أكتر من فريق موجود على الأرض في الحراك الحقيقي وفي الحراك الحزبي فأيضا اللي بيعرف تاريخ الطيار الوطن الحر بيعرف الوزير باسيل اليوم مين عم بيمثل هونيكي وبأي لغة رح يحكي واللي بيعرف تاريخ الوزير باسيل كوزير خارجية خلال هيد الفترة بالمحافل الدولية كمان بيعرف كيف يمثل لبنان جيدا وكيف يدافع عن لبنان وكيف يكون الفكر طبعه باية اتجاه طيب أستاذ فادي ما رأيك بالنقاط اللي أثارها الأستاذ ربيع بالنسبة للمسئولية على على رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد سادر الحريري بالمناسبة كان له تغريدة السيد الحريري اليوم يقول فيها حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما فيما البلد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة أولا هل السيد الحريري يتحمل ولو جزء من المسئولية في هذه الاستقالة التي كما قال الأستاذ ربيع يعني استقال وخرج من الحكومة وكأنه ليس عليه أي مسئولية في هذه الظروف أولا بما يتعلق بمشاركة الوزير باسيل بمؤتمر دافوس أن أسوأ من مثل لبنان في الخارج هو الوزير باسيل أسوأ من تكلم باسم لبنان في المحافل الدولية والعربية هو الوزير باسيل ومشاركته غدا أو اليوم بهذا المؤتمر هو من قبيل الاستخفاف بعقول اللبنانيين وبطموحهم وبثورتهم وبانتفاضتهم وبحقوقهم المهدورة والوقت الضائع أكثر حزب ضيع وقت على اللبنان هو التيار الوطن الحر يمكن تاريخ التيار الوطن الحر مختلف عن هيك بس تغير تاريخ التيار الوطن الحر من لما نعمل اتفاقية أو وقت التفاهم مع حزب الله بالألفين وستة ومن لما أصبح وزير باسيل هو الممسك بمفاصل هذا التيار تغير التيار ولم يعد تيار الوطن الحر أصبح التيار حزب البعث أصبح التيار حزب الله أصبح حليف لحزب الله ومتشابه هاي اولا. ثانيا بما يتعلق الرئيس الحريري واستقالته. استقال الرئيس الحريري لانه لازم كان يستقيل بوقتها. كان العالم متظاهرين بالشارع. وكان بدهم حل سريع. والرئيس الحريري كان عم يسمع لصوتهم. كان يجب ان ان تقوم السلطة باستشارات نيابية ملزمة تاني يوم. وتشكي الحكومة تالت يوم. لما يتأخر اه 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 الحلفائي بتشكيل الحكومة شهر. هم تأخروا ثلاثة اشهر. اربعة وتسعين يوم تأخر. ومن اول يوم مظاهر كان يجب ان يقالف حكومة جديدة. لكن تعنتهم وانكارهم للواقع وانكارهم للحقيقة. وهروب من الواقع وصلنا لحديث اليوم. من اول يوم كان يجب ان يستقيلوا. من اول يوم كان يسمعوا للناس. يعرفوا انه قبل 17-20 غير بعد 17-20 كان يجب ان يسمعوا للشعب كثير منيح. ونقالف حكومة تسمع لها ذلك الناس. وتعرف مطالبهم. ويتكون لقدام. ليس نجيب وزارة مستشارين. نحن اليوم عم نجيب وزارة مستشارين. مثل مقال ممثل الحراك. وزارة من صف الثاني. والصف الثالث. بس لحتى نغير بالشكل. اما رئيس الحكومة المكلف حسان دياب. الذي يقال انه اكاديمي ويماشي مطالب الحراك. لا. الوزير حسان دياب هو وزير بالحكومة القمصان السود. هل تدري ما هي وزارة القمصان السود؟ وزارة القمصان السود التي جبر حزب الله تأليفها بعد ان استعرض عضلاته بكانون التانية. 2011. واجبر رئيس الجمهورية في انا ذاك على تأجيل استشارات النيابية الملزمة لأسبوع. لكي ينقلب على رئيس سعد الحريري. ولا يأتي بحكومة جديدة. كان حسان دياب احد عرابيها واحد وزارائها. دكتور باسل ايضا كان هناك اليوم تصريح للنائب السابق وليد جنبلات. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي. بعد لقاء مع السيد الحريري. يقول فيه قد تكون الازمة التي نعيشها من اقصى الازمات. ويستحسن التفكير بهدوء. وهذا الامر يكون بعيدا عن الانفعال والعواطف. يقول السيد جنبلات نواجه اليوم اياما صعبة اقتصاديا. العنف لا يخدم. وكلامي ليس دفاعا عن حجارة بيروت بل عن اهلها. مسألة العنف هل نتوقع ان يكون هناك مستوى اعلى من العنف في الفترة القادمة. البعض يقول اذا نحى هذا الحراك نحو مزيد من العنف. ستذهب كل منجزات الشباب والصبايا منذ اربعة وتسعين يوم سودان. ما رأيك في ذلك؟ عزيزي يعني بعتقد الرئيس جنبلات هو اخر من يحك له التكلم يعني بهذه المسألة. هو بهذه الطبقة السياسية هي ما اوصلت البلاد الى هذا الى ما وصلت اليه الان. هي ما اوصلت البلاد الى الى هذا الانهيار الشامل. هاي واحد. اتنين مسألة العنف وهو بعد نحنا لا نتكلم عن العنف. يعني اصلا استخدام المصطلح العنف غير دقيق لانه نحنا نتكلم عن شغب. شغب حامي الى حد ما لكنه لا يأخذ الطابع العنفي المتعارف عليه. الشغب الان اه الناس هي عم تتصرف برد فعل على على الازلال اليوم اللي عم بتعيشوا بالمصارف وبالمؤسسات وفي الشوارع وفي الميادين وفي انقطاع الكهرباء. نحن اليوم نتكلم يعني غدا مثلا في اه في اجتماع نقابل لمحطات الوقود ومن المرجح ان ترتفع اسعار الوقود. ما في كهرباء ما في مياه في الان شتاء مخيف في لبنان لكن المياه غير موجودة وغير موجودة في المنازل. اه عنا ازمات متتالية بكل من كل حد بنوصوب. عنا فقدان سلعة رئيسية. عنا غلاء مرتفع يعني غلاء بنسبة 30 و40 بالمية. عنا رواتب فقدت قيمتها الشرائية. عنا ناس عم تهدد فعليا في المنازل. في منازلها عم تضطر تتروك. اما مش قادرة تدفع اجرات او مش قادرة تدفع حتى اقصات هذه المنازل. اه يعني كل هذه الازمات وهم يتوقعون ان يكونوا الناس او يتصرفوا بكل عقلانية وبرود اعصاب وكأنهم ليسوا ليسوا مهددين في حياتهم فعليا. لا اعتقد ان ان الموضوع يجب ان يسألوهم لانفسهم ماذا فعلوا من اجل تفادي ما 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 تذهب اليه الامور. ماذا فعلوا هل اخذوا مطالب حراقية. طيب اعتقد الصورة واضحة دكتور باسل. استمرت. 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 مجال في الوقت المتبقل الرد على بعض هذه النقاط. استمرت. استمرت. ما رأيك? يعني لا ليس من المعقول ان 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 نتوقع من الناس ان تصمد الى ما لا نهاية. الناس الان تتحدث عن قوتها اليومي. تتحدث عن معاشاتها. تتحدث عن مدخراتها. الليرة وصلت مش عارف اليوم اديش. الفين وخمسمية ربما صارت. يعني لا ينبغي ان يتوقع البعض ان يبقى الحراك سلميا مئة بالمئة. ما رأيك في ذلك? في دقيقين لو سمع. سيد الكريم نحنا من اول يوم. قلنا انه نحنا من ايد كل مطالب الموجودين بالشارع. لانه هي بالاساس مطالبنا. ونحنا واجعنا من واجعهم. وطبعا نحنا حسين بياللي عم بيصيروا حسين بيجوع. انما يلي هرب من المسئولية هو يلي بيتحمل المسئولية. ما هي اللي استئالة الرئيس الحريري غير من هروب من المسئولية. اما بالنسبة للطيار الوطن الحر وتقليف تشكيل الحكومة خلال يومين او ثلاثة متل ما تفضل الاستاذ فادي سعد. لو الطيار الوطن الحر عنده الاكترية بمجلس النواب كنا منحن له مسئولية لحاله بتقليف حكومة بيومين ثلاثة. وبالنسبة للاستشارات النيابية الملزمة لو ما كمان الرئيس الحريري كان عم بشارك فيها وكان عم بشارك بعض الاسماء لحتى يطلع يقول انا الوحيد المنقذ بوقتي اللي ما كان عم بيعمل واجباته اقل واجباته كرئيس حكومة تصريف اعمال ما كنا وصلنا للي وصلنا له اليوم. اما بالنسبة للرئيس للوزير باسيل يلي وصفوا باسوأ وزير خارجية. حضرة الرئيس باسيل يلي هو بالنسبة لأيلق اسوأ الوزير خارجية جال دول العالم كلها لحتى ينقذ رئيس حكومتنا يلي كان مخطوف. هذا الموضوع معمره اكتر من سنة. مش موضوع شهر بيعم. بدنا نحترم. طيب. بدنا نحترم. وقت انتهى. وظيفة كل شخص مننا. لحتى ما نكون عم نروح بالشخصة. شكرا. اما بالنسبة لمطالب الناس. هيده مطالب محقق. نحن حاسين فيها. واضح. للأزب وقت انتهى استاذ ربيع. بدي اشكرك استاذ ربيع طراف. حققية تشبهنا وتشبهكم. منسق قطاع جبل لبنان الجنوبي في الطيار الوطني الحر. كان معنا من بيروت. واشكر ضيفي من هناك ايضا الاستاذ فادي سعد. المحاني والخبير القانوني والدكتور باسل صالح الاكاديمي والناشط السياسي. شكرا لكم جميعا.